بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الأولي الثانوي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم يتجدد اللقاء ومعكم الفيزياء الصف الأولي الثانوي حبيبنا الطلاب بداية الترمي الثاني الحلقة الثانية النهاردة على التوالي ومكملين النهاردة إن شاء الله هناخد قانون نيوتن الثاني يلا بينا يا أولاد نسترجع الحلقة الماضية احنا اتكلمنا الحلقة الماضية على كمية التحرك وقلنا كمية التحرك هي حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته بكتلة الجسم في المعدل الزمني للتغير في الإزاح لما اتكلمنا الحلقة الماضية على البي بتساوي الام في البي وقلنا بتتقاس بالكيلو جرام متر على الثانية وقلنا كمان صيغة أبعادها مل تي قص سالب واحد وقلنا كمان إن هي كمية متجة حلو جدا النهاردة ان شاء الله حيدخلنا إلى مفهوم قانون نيوتن الثاني اللي هو الاف بتساوي ام في ايه أو بيساوي دلتا بي على دلتا تي طيب يبا احنا عندنا صغطين اتنين لقانون نيوتن التاني الصيغة الاولى بتتكلم على ان الاف تساوي الام في الا والصيغة التانية ان الاف بتساوي الدلتا بي على الدلتا تي طيب تعالوا ما نتكلم على الصيغة الاولانية دي الصيغة دي بتقول اذا اثرت قوة محصلة على جسم ما اذا اثرت قوة محصلة على جسم ما اكسبته عجلة تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة وعكسيا مع الكتلة ده النص اللي هنشتغل بدلوقتي وفيه نص تاني بيقول ان القوة المحصلة المؤثرة على جسم تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك سيب الاتنين ورجعلي لما نيجي نتكلم مع بعض في قانون نيوتن التاني مرتبط بوجود قوة خلي بالك قانون نيوتن التاني مرتبط بوجود قوة في قوة في عجلة فبالتالي الجسم سلعته لا بتزيد لا بتقل طيب انا بقول لما بأثر بقوة اللي هو النص الاولاني على جسم اكسبته عجلة تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة امسك في دي كده يعني انا مثلا لو انا عندي اه سيارة هل لما أثر على السيارة بقوة مطور ميت نيوتن او الف نيوتن عشان نكون وقعين شوي زي الفين زي تلاتة الاجابة قطعة لا كل ما بتزود في قوة المطور يبقى انت معنى ذلك ان التصارع ومثالة العربية افضل ولزيك لما دوس بنزين اكتر بيخال العربية تجلق اكتر يبقى اذا أثرت قوة على جسم اكسبته عجلة العجلة اللي هو التصارع تتناسب طردية مع القوة المؤثرية يبقى اول جزء في الاستنتاج ان العجلة دهية هتتناسب طردية مع القوة امثل علىها كتير اوي لو انا هشوت قورة على الارض لما اضربها ضربة بسيطة غير ضربة متوسطة غير ضربة قوية يبقى كل ما بزود القوة معايا طبيعا ان العجلة والتصارع هيزيد يبقى ده الجزء الاولاني طيب وعكسيا مع الكتلة نرجع لدي تاني يعني العجلة بتتناسب عكسي مع الكتلة ارجع لي في دي بقى يعني انا دلوقتي لو قدامي مثلا جسمين اتنين كرتونتين اتنين كرتونة صغيرة قوي طيب اطفال كده كرتونة كبيرة مليانة حاجات كتلة الكبيرة قد الصغيرة مثلا خمسين مرة وهزوء اللي اتنين من فضلك جاوب لي كده وتخيل مين اللي هتتصارع معاك اسرع وتبقى سهلة الحركة الصغيرة يبقى كل ما الكتلة العجلة تزيد والعكس صحيح يبقى العلاقة بين الكتلة والعجلة علاقة عكسية يعني دي لما تقل العجلة تزيد عفوا لما ناخد اللي اتنين دول مع بعض ويركبوا لي على قانون واحد ان العجلة بتتناسب ترضي مع القوة على الكتلة عفوا طيب يبقى العجلة بتساوي ثابت التناسب ده طلعوا واحد F على M طرفين فوسطين يبقى الF بتساوي الM في الA وده اول نص لقانون نيوتن التاني اذا اثرت قوة معل جسم اكسبته عجلة تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة والعجلة دي تتناسب عكسيا مع الكتلة فبالتالي الA بتتناسب مع F على M يبقى الA بتساوي F على M يبقى الF بتساوي M في الA طيب هنا هنطلع بكذا حاجة قانون نيوتن التاني الكتلة بتتأسب الكيلو جرام العجلة بالمتر على الثانية تربية يبقى وحدة قياس القوة كيلو جرام متر على الثانية تربية او النيوتن ليه النيوتن لانها تكافئ مين النيوتن تفسيغة ابعادها الكيلو جرام ماس المتر طول لنس الزمن ثانية تي اوس سالب اتنين كلام جميل طيب يترى كمية التخرج لما قلنا قبل كده ان هي بتساوي الام في البي كنا بنقول ان هي كمية متجهة اتجاهها من نفس اتجاه السرعة طيب القوة كمية ايه بردك متجهة اتجاهها من نفس اتجاه العجلة بمعنى نرجع لبعض في بقى اذا انت اصرت بقوة في نفس اتجاه حركة الجسم يبقى معنى ذلك ان سرعة الجسم هتزيد مع الزمن يبقى العجلة مجابة والقوة مجابة طيب واذا اصرت بقوة عكس اتجاه حركة الجسم تبدأ السرعة تقل مع الزمن يبقى العجلة بالسالب وبالتالي القوة سالبة يبقى لما تكون القوة في نفس اتجاه حركة الجسم ده معناه ان سرعة الجسم هتزيد مع الزمن زي لحظة انطلاق السيارة لما تكون القوة عكس حركة الجسم يبقى معنى ذلك ان سرعة الجسم هتقل مع الزمن يبقى معنى ذلك ان العجلة مالها سالبة طيب كلام جميل ده النص الاولاني ومال ايه بقى النص التاني اللي انت بتقول عليه دلوقتي وده اللي هنوه فيه كتير ان القوة المحصلة المؤسرة على جسم تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك هقول لك والله احنا لسه يعني اثبتنا دلوقتي ان الاف دي بتساوي الام في الايه ده كلام طيب الاف بتساوي الام في الايه ده كلام اقصر من طيب طيب تعال بقى اما نرجع ونكمل مع بعض لو قدرت اثبت ان الدلتة بي على الدلتة تي بتدي نفس المعنى ده يبقى الكلام ده صح يبقى انا عشان اثبت ان الاف بتساوي دلتة بي على دلتة تي كأن بقول لك اثبت ان دلتة بي على دلتة تي تساوي الام في الايه طيب ما ده سهل يبقى انا همشي على فرضه ان الاف بتساوي دلتة بي على دلتة تي بي اسمها كمية التحرك دلتا بي التغير في كمية التحرك دلتا بي على دلتا تي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك تاني البي كمية التحرك الدلتا بي التغير في كمية التحرك الدلتا بي على دلتا تي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك هقول له طيب ولكن انا بثبتها بقى الدلتا بي دي عبارة عن ايه يعني لو انت عندك كمية تحرك ابتدائية وكمية تحرك نهائية يبقى النهائي ايه ايه اصر يبقى bf ناقص b حلو طيب يبقى delta b تساوي b mv طب bf التغير بتاع كمية التحرك هنا او قيمة كمية التحرك اتغيرت نتيجة التغير السرعة يبقى m vf ناقص b i m v i طيب عوض بده هنا يبقى انا هاخد ال F هتساوي ال M في ال V F ناقص ال M في ال V I على الدلتا T طيب ال F بتساوي خد ال M معي عامل مشترك يتبقى ال V F ناقص ال V I على الدلتا T حلو جدا طيب ما هو V F ناقص ال V I على الدلتا T نكمل هنا ولكن العجلة بتساوي ال V F ناقص ال V I على الدلتا T اكثر من رائع يبقى اذا ال F هتساوي ال M في ال A نعيد تاني عندك لقانون نيطن التاني نصين انت عايز تسمي ده الاول وده التاني انت عايز تسمي ده الاول وده التاني مش فرقة القوة المحصلة المؤثرة على جسم تساوي المعدل الزمن اللي تغير في كمية التحرك ده اللي بثبته دلوقتي وفيه نص قبل كده ليسا إليه إذا أثرت قوة على جسم أكسبته عجلة تتناسب طرديا مع قوة المؤثرة وعكسيا مع الكتلة طيب أنا عارف ان ال F بتساوي M في A فإنا فأنا إذا قدرت أوصل دلتا B على دلتا T تساوي M في A يبقى أنا شغلت صح فهقوله همش على فرضك ان بما قلنا ال F بتساوي دلتا B على دلتا T الكلام ده يبقى صح لو وصلت ده في الآخر إن هو M في A طيب ال B كمية التحرك الدلتا B تغير كمية التحرك طيب تغير كمية التحرك بيساوي كمية التحرك النهائية ناقص كمية التحرك الابتدائية يبقى دلتا B M V F ناقص M V I حال ال F بتساوي الدلتا B اللي هي M V F ناقص M V I على دلتا T التغير في كمية التحرك يا أولاد ناتجة عن تغير السرعة مش كتلة مش طبيعي واحد لما جسم بينزل كده أو عربها بتنطلق طبيعي جدا تغير كمية التحرك ناتجة عن تغير السرعة مش الكتلة يعني لما أسقط القلم ده سقط خر كده إيه اللي تغير كمية التحرك أيوة ناتجة ناتجة التغير وإيه إيه و هتقول الكتلة أنا مش ماقوله أنا بنزل كتلة هتزيد أو هتقل لكن سرعيتي بتزيد وبتقل يبقى أنا أخذ ال M أرجع تاني بقى هنا عام المشتر فيتبقى ال V F ناقص ال V I على الدلتا T وبالتالي ال V F ناقص ال V I على الدلتا T اللي هو العجلة يبقى ال F بتساوي ال M في ال A ممتاز طيب نرجع لبعض بقى على تطبيقات قانون نيوتن التاني حتفسر لنا زوائل غريبة جداً تحياتنا كنا بنشوفها وعارفين إن هي صح بس يعني مش ربطين بينها وبين القوانين بتاعة الفيزياء مثلاً لو أنا عند الجدار دخل فيها عربيتين استضم فيها عربيتين حاجز مثلاً على الطريق استضم فيها عربيتين اتنين بنفس السرعة بنفس الزم عربية صغيرة ملاكة وعربية كبيرة ناقلة أو شاحنة أو 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 أنت اللي هترد علي مين اللي هتدمر الجدار أكتر؟ الشاحنة هتقولي ليه لإن وزنها كبيرة أنا بكلمك بلغة الناس اللي برا مش لغتك أنت طيب هنعدل الموضوع سيبك من الوزن هو يقصد الوزن الكتلة يعني بيقول إن كتلتها كبيرة فبالتالي تصادمها أكبر صح كده؟ آه طيب يديني مثل كمان لما أجي مثلاً أقصر حاجة إزاز مثلاً أو تاعة هل لما أسقط عليه طوبة صغيرة زي طوبة كبيرة زي مرزبة كبيرة زي 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 لأ كل ما تكبر كل التأثير ما بيكون أكبر يبقى كلما زادت الكتلة زادت القوة النتجة عن التصادم ده حقيقي تعال لما نشوف الكلام ده من القانون ده هاوقت شايفين القانون ده يا أولاد؟ لما نيجي ناخده مع بعض ونطلعه كده ونشتغل عليه ونفصصه البي أو الاف آسف بتساوي دلتا بي على دلتا تي لما أنا أقول الاف هتساوي الام في الدلتا بي على الدلتا تي أول حاجة هتكتشفها أن كلما زادت الكتلة زادت قوة التصادم وده يفسر لك استضام سيارة صغيرة بجدار أقل تدميرا من استضام شاحنة كبيرة بذات الجدار طبعا ده طبيعي لأن كلما الكتلة تقل قوة التصادم بتقل وكلما الكتلة تزيد قوة التصادم مالها بتزيد هايل طيب اديني مثال كمان لو أنا عندي شاكوشين اتنين كلام عادي خالصة هوت وعايز أقصر حاجة بشكل أكبر وهنزلوا من الاتنين على الحاجة دي بنفس القوة بنفس السرعة يعني الهين اللي هتكسر أكتر ها الشاكوش الصغير ولا الكبير الكبير ولذلك تلاقي العمال البسطاء جدا اللي هم شغالين بيكسروا ببيوت القديمة أو بيمسك حاجة زي المرزبة كده أو شاف إيه ويقعد يكسر طب ما جابش حاجة صغيرة ليه مش هتعمل حاجة طب هو هيزود في سرعته ويزود في عنفه برضك مش هتعمل حاجة لأن كلما زادت الكتلة طبقا اللي قالوا النيوتن التاني زادت قوة التصال طب تعالها للتانية دي اللي هي الدلتا في أقولك الدلتا في التغير في السرعة حلو التغير في السرعة ده كل ما يزيد القوة تزيد برضي يعني يه التغير في السرعة يعني السرعة النهائية السرعة بتدقي افترض ان انت عندك ده جدار وفيه سيارة ماشية عالطريق ده رايحة للجدار سيارتين اتنين ادي سيارة واحد وادي سيارة اتنين بسرعة كده عشان الوقت بس اتنين اللي اتنين هيصطدموا بالجدار ولكن أثناء استضام السرعة الأولى بالجدار كانت سرعتها عشرين كيلو متر في الساعة أما دي أثناء استضامكت سرعتها مية وعشرين كيلو متر في الساعة في أنهي واحدة الأولى والتانية قوة التصادم كانت أكبر هتقول لي في رقم اتنين السرعة كبيرة لأن الجدار هيوقف العربي يبقى التغير في السرعة هنا صفر مقص عشرين بسالب عشرين هنا صفر مقص مية وعشرين سالب مية وعشرين يبقى كلما زادت تغير في السرعة زادت قوة التصادم وبالتالي نرجع لبعض بقى نفسر ليه يقولك ايه تجنب القيادة عند سرعات مرتفعة من الخطر جدا ارشادات في فعالطريق بقى القيادة عند سرعات مرتفعة هقوله لأن التغير في السرعة نتيجة التصادم في الحالة دي هيكون كبير جدا فتكون قوة التصادم مالهاك كبير يبقى احنا هنا قدرنا نفسر ليه لما حضرتك تكون كبير كده ورب أسرة تسوق بعقلانية لأن السرعة لما تزيد أثناء التصادم التغير في السرعة هيكون كبيرة فيديك قوة كبيرة فيا سلام بقى لا قدر الله شوف انت بقى المأساة لو شاحنة كبيرة يعني كتلتها كبيرة واصطدمت مع سرعة كبيرة تخيل انت المشهد والسيناريو ده بتكون قوة التصادم كبيرة جدا جدا لدرجة ان بيحصل كوارث حرفيا بمعنى الكلام طيب ايه بقى الجزء الاخير ده في القانون ده ده بنسميه زمن التأثير بنسميه ايه يا ولاد بنسميه زمن التأثير ايه بقى زمن التأثير زمن حدوث التصادم ده من القانون كل ما زمن التأثير يقل قوة التصادم تزيد اهو العلاقة عكسية يبقى لو خدناها بشكل جميل كده اهو هنكتشف ايه بنرجع لبعض كده العلاقة بابين زمن التأثير وقوة تصعد فاصلين حاجات كده اوية ولاد الاف بتساوي الام في الدلتا في على الدلتا تي هكتشف ان الاف تتناسب مع واحد على دلتا تي ده سمو زمن التأثير ارجع لي بقى بص لو انا سقط من ارتفاع قفزة السقة في حمام سباح كويس نرجع كده ونكمل مع بعض نزلت في حمام السباحة في الماء خلاص ونزلت من نفس الارتفاع على نفس حمام السباحة وفاضة عفوا الهون اللي هيكون اكثر تأثيرا انه قد يؤدي الى الوفاة هل حمام السباحة اللي فيه ماء ولا الفاضي او الارض الفاضي طبعا الارض الفاضي سقوطك خلي بالك الارتطام خد جزء صغير جدا من الزمن يبقى زمن التأثير ماله صغير تبقوة التصادم مالها كبيرة لكن لما بنزل في المية المية بتقلل سرعيتي تدريجيا فبالتالي بتقلل سرعيتي تدريجيا يعني تغير السرعة هياخد وقتا اكبر خلي بالك كيم الاخير دي يعني زمن التأثير زاد فتقوم قوة التصادم مالها تقل طبيعيا يبقى لما يقولك سؤال سقوط شخص من ارتفاع على سطح ماء اقل ضررا بكثير من سقوط نفس الشخص من نفس الارتفاع على سطح صلبة لان الماء تعمل على زيادة زمن التأثير فتقلل من قوة التصادم على عكس سقوطه على ارض صلبة لارض صلبة بتجعل زمن التأثير ماله صغية فيكون قوة التصادم مالها كبير اديني مثال كمان انا بحكي لك امثلة في كتاب المدرسة وهديك واجب بقى تفكر لامثلة في حياتنا هتلاقيها في حياتك كل حتة حواليك انا لو انا ماشي على طريق واكتشفت ان ما فيش معايا فرامل في العربي وعايز اوقف سرعتي باقل الخسائر الممكن لقيت على يميني وعلى شمالي حكتين انا ماشي في طريق على الشمال الرصيف وعلى اليمين كم اش كيب هتختار ايه عشان ان انت تتفادى الحادثة على قد ما يقولتنا انا ماشي في حرامل بقى خلاص هل هتدخل في الرصيف ولا تدخل في كم الاش علما بقى ان في نهاية الطريق مسدود يعني نهاية الطريق مسدود فانت ما قدمكش حل هتهد بسرعتك ازاي هتقول لي من غير ما اتكلم هخش في كم الاش طب ليه هو كده انت تقول لي كده هقولك لأ تعالى ما نرجع نفسرها بقانون نيوتن التاني كل حاجة عندنا في فيزيلا تفسير كم الاش هيخلي زمن التأثير بتاع التصادم كبير ياخد وقت تعالى ما تدخل في الاش وتحرق الاش والاش يبدأ يقلل صرعتك تدريجيا يعمل لك تصارع سلبي او عجلة سلبية فبالتالي خد زمن كبير فتقوم قوة التصادم تقل فتقبط الاش ده بقوة تصادم قليل لكن الرصيف تخلي كده رصيف بص خبط على طول زمن التأثير الصغار جدا 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 يقوم يخلي قوة تصادم مالها ياولاد برافو عليك كبيرة جدا جدا يبقى انا هصطدم وينتج عن تصادم مع الرصيف قوة كبيرة يقوم الرصيف يرد عليها بنفس قوة كرد فعل يبقى انا فسرتي الكلام بقانون يوتن الثاني ان في الرصيف زمن التأثير صغير قوة التصادم كبيرة فاصطدم حلو انا صدمت الرصيف بقوة فعلة كبيرة الرصيف يرد عليها بقوة رد فعل كبيرة النتيجة تهشم السيارة. اما بالنسبة لكم الاشلة الموضوع مختلف شواء. نفس الكلام لو اسقطت بيضة من ارتفاع على الارض. واسقطت بيضة. بيضة عادية لبنا كلها. من نفس الارتفاع على وسادة هواية. او وسادة عادية. الوسادة بتمتص الصدمة بلغتنا. اللي اللغة الشعبية. لأ انا عايزك تتكلم كلام علمي. هي بتزود زمن التأثير. بتخلي زمن التأثير ما له كبير. فيكون قوة تصدم ملها صغيرة. اما الارض الصلبة زمن التأثير صغير قوة تصدم ملها كبيرة. جميل. يبقى احنا هنا فسرنا العوامل التي تؤثر على القوة النتجة عن التصدم. طبقا لقانون نيوتن التاني. الاف بتساوي الام في الدلتا في على الدلتا تي. اول حاجة الاف بتتناسب طردي مع الام. تاني حاجة الاف بتتناسب طردي مع دلتا في. تالت حاجة الاف بتتناسب طردي مع واحد على دلتا تي. يبقى دي الاولى. دي التانية. دي التالتا. هايل. طيب. وجود قانون نيوتن التاني يضمن وجود عجلة بقيمة. قد تكون بصفر. ماشي? وده اللي هنكلم فيه الحلقة القادمة. ان قانون نيوتن الاول حالة خاصة من قانون نيوتن التاني. لكن خلينا دلوقتي نتكلم على الاصل. ان في عجلة. يبقى فيه معدلات الحركة التلاتة. فاكر انت بقى معدلات الحركة التلاتة. ايوا. الف تساوي الفي اي زائد الاي تي. المعادلة التانية. الدي تساوي الفي اي تي. زائد نصف اي تي تربيع. المعادلة التالتة. اتنين اي دي تساوي VF تربيع نقص VI تربيع المسلس بتاعي D والVF والT معادلة واحد معادلة اثنين معادلة ثلاثة ودلعاق تعالوا ما ناخد مسألة كده ونشوف الكلام ده هيمشي ازاي بس يعني خدي سكرين كده بحيث ان اتبع عارف ان انا هشتغل القانوننا مع القانون ده وطبع القانون الF ده برضك بيساوي الM في الA يبقى ده قانون نيوتن التاني ودول معادلات الحركة الثلاثة ننقلهم ونروح بقى رايحين لمسألة جميلة نشتغلها مع بعض ونتدرق في المسائل كده نزبط كده الدنيا بتاعتنا ونقول المسألة دي اكتبوا ورايا يا سيدي يلا مع بعض القوة التي تؤثر على جسم كتلته خمسة كيلو جرام بحيث تتغير سرعته بانتظام من سبعة متر عالثانية الى تلاتة متر عالثانية تكون نقط وقال لك هنا ان جي بتساوى عاشرة متر عالثانية لكل تربيع الحل ما تدين انا عايزك تركز في المسألة دي كده السرعة زادت ولا قلت ده كانت سبعة اصبحت تلاتة يعني السرعة قلت طالما السرعة قلت يبقى اتجاه القوة كان عكس اتجاه حركة الجسم يبقى القوة تطلع معايا بالسالب دي اول نقطة لان العجلة سالبة واحنا قلنا القانون بيقول ان الاف بتساوي الام في الاي قلنا اتجاه القوة من اتجاه العجلة طب انت دلوقتي احنا خدنا في الترمي الفات كانت سبعة بقى التلاتة ده العجلة السرعة قلت يبقى العجلة سالبة يبقى لازم تكون قوة سالبة يبقى نبدأ ايا كده دي بالسالب يبقى دي بالسالب يبقى لو كان عندك اختيارات اتنين موجب واثنين سالب استبعد دول قبل ما تبدأ تحل تعال بقى نزل بياناتك القوة التي تؤثر على جسم كتلته يبقى دي الام خمسة كيلو جرام بحيث تتغير سرعته بانتظام من ادي الفي اي سبعة متر على الثاني الى ادي الفي اف تلاتة متر على الثاني تكون نقط هقوله بسيطة انا دلوقتي القانون بتاعي ان الاف بتساوي الام في الا الام خمسة فين العجلة يبقى هرجع عجبها طب ارجع تاني انا عارف ان هي معادلة حركة الاولى وناس كتيرة منكم عارفين بس خلانا نقول ازاي بنجبها عشان الناس اللي ما كانتش معانا في الترمي الاولاني تفهم ان الاساس في الفيزياء التأسيس ادي الدي ودي الفي اف ودي التي معادلة واحد معادلة اثنين معادلة تلاتة ودي العجل انا اداني الفي اي والفي اف طيب انا عايز دلوق طبعا قل الكلام ده كله لسه فيه في المسألة دي حاجة فيه سنيتين اثنين قول تدو يؤثر بقى الجسم الخويس غير سروعته من كذا кذا فيه سنيتين فيه ثنيتين فيه اتنين سنيا فهو اداني الفي اف مش مع الدي ولا اداني الدي مع الدي اداني الفي اف مع T. ادي الف ودي T. يبقى معدة الحركة الاولى. يبقى انا اقوله كده بما ان الف تساوي الفي اي زائد الات يبقى العجلة بتساوي الفي اي ناقص الفي اي على الت ابدأ عوض. يبقى العجلة العجلة هتساوي الفي اي في ثلاثة ناقص الفي اي سبعة على الاتنين يبقى سالب اربعة على الاتنين يبقى العجلة بتساوي بص 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 طلعت سالبة زي ما قلت اهو سالب اتنين متر عالثانية تربية ومن هنا بعوض في قانون كل ده الترمي الاولان طب الترمي التاني الكلمتين بساط جدا بما ان الف بتساوي الام في الاي يبقى الام اللي هي خمسة في سالب اتنين تطلع سالب عشرة نيوتن دي مسألة كانت معنا طيب نرجع لمسائل الاتزام بتاع القوة القديمة لو تفتكر معايا وناخد مسألة كده لو انا معايا جسمي بالشكل ده اهوت الجسم ده كتلته مثلا عشرة كيلو جرام حلو جدا بيتأثر باربع قوة قوة هنا مقدرها مثلا ميت نيوتن وقوة كده نفسي دي بالزبط يعني المفروض نفس الطول ميت نيوتن عشان يبقى تمثيلنا صحة المنتجات وهنا مية واربعين نيوتن وهنا تمانين نيوتن وقال لك في الشكل ده احسب العجلة المحركة والقوة المحصلة اقول له بسيطة قوي الجسم ده بيتأثر بكم قوة عدة معايا قدي واحد قدي اتنين قدي تلاتة قدي اربعة اعتبرها مسألة من مسائل الترمي اللي فات كنا بنعمل ايه في مسائل الترمي اللي فات بينجيب محصلة القوة كل القوتين على نفس المستوى بينجيب المحصلة على اليمين مية وعلى اليسار مية الكنين عكس بعض يروحوا مع بعض شكرا خلاص كده طيب وفوق مية واربعين وتحت تمانين يبقى محصلة القوة مية واربعين ناقص تمانين تطلع محصلة القوة بتساوي ستين نيوتن حلو جدا مية واربعين فوق تمانين تحت اطرح اللي اتنين من بعض يديك ستين نيوتن طيب ما هي محصلة القوة دي اللي بتساوي الكتلة دهات في العجلة طيب ليه قلت محصلة قوة لان الجسم يتأثر باكثر من قوة يبقى هنزل الستين بتساوي الام اللي هي عشرة في ايه يبقى اذا العجلة هتساوي ستين على عشرة ستة ميت متر ساكند سكوير متر على الثانية تربية قاسف يبقى هيطلع بس في اتجاه مين بقى القوة كبيرة ما هيديه أربعين يبقى هيطلع في الاتجاه ده بعجلة مقدرها ستة متر على الثانية الكل تربية طيب لو خدنا نوع تالت من المسائل الرسومات البيانية اوعتين سمعها الرسومات البيانية دي في غاية الاهمية وانا بطبعي بمحبش ان انا اعدي حاجات مهمة اللي لما تاخد حقها فاحنا عندنا الاف بتساوي الام في الايه لما جي رسم علاقة بيانية بين القوة والعجلة طيب انا ممكن ارسمها بالشكلين ده انت اللي هتقول لي واحد يرسم ان دي الايه ودي الاف الايه دي بالمتر على الثانية تربية والاف بالنيوتن واحد تاني يرسم لي دي الاف بالنيوتن ودي المتر على الثانية تربية اللي العجلة قبل مكتب الرسمة شكلها يسيبك من جواها كده يعني سيبك من اللي جوا مش قصدنا دلوقتي الهي من الرسمة الاصح هالرسمة رقم واحد ولا رقم اتنين انا بخاطب الطلاب اللي متأسسين معانا من الاول هالرسمة الاولى ولا الرسمة التانية انت اللي تقول لي ها يا ترى دي ولا دي هقول لك منطقي الرسمة التانية ليه هقول لك لان اللي بترسم على المحور الافق اللي هو الاكس او السين زي ما تسميه بنسميه المتغير المستقل يعني ايه المتغير المستقل يعني اللي بيحصل الاول بنسميه المتغير المستقل طيب اما اللي بترسم على المحور الصدات اللي هو واي او صاد بنسميه المتغير التابع يعني ايه اللي بيحصل اللي بيتبع تغير المتغير المستقل طب انا لو عندي سيارة مشي عالطريق بزمتك مين اللي بيأثر على مين هل العجلة اللي بتأثر على القوة ولا القوة اللي بتأثر على العجلة يعني مين اللي بيتجريها العجلة اللي بتجري العربية ولا القوة اللي بتكسب العربية تصاره عجلة فتزيد هتقولي لا القوة اللي بتحصل الأول أنا بدوس بنزين يبقى بطلب من الموتور بتاع العربية انه يولد باور طاقة او قوة خليها بس عشان الناس ما تلخبطش كينه طاقة بتولد قوة بالحصان مثلا انا لم شاك ايه ولا العزم ده القوة بدأت تأثر هتخلي العربات تجري تجري يعني اكتسب التصارع يعني عجلة يبقى اللحظة للقوة نتج عنه العجلة إيما مبدئيا لو جاب لك الرسمتين دولة أنا أختار الرسمة دي الأول خلاص طيب تعال بقى ما نكمل الرسمة دي في المسألة بتاعتنا دي شفت الرسمات البيانية دي فن مش يعني مش لأ انت لازم تتأسس فيها طيب قادي القوة وادي العجلة خط مستقيم يمر بنقطة الأصل حالو جدا القانون بيقول ان ال F بتساوي ال M في ال A هايل لما قل لك اذكر ما يساوي الميل وكذلك العلاقة الرياضية تقول لي دي العلاقة الرياضية طب الميل فرق الصدات على فرق السينات يعني بيساوي دلتة A على دلتة F طيب دي أصلها واحد يبقى لما قول دلتة A على دلتة F إذا ما ترجعش فضية تديني واحد على ال M يبقى الميل هنا واحد على ال M وبالتالي العلاقة كده صحيحة لأن القوة هي اللي مرسومة على السينات لأنها أو ال X لأنها اللي بتحصل الأول يليها العجلة مرسومة على الصدات أو مرسومة على محور Y لأنها بتحصل بعد كده وبالتالي كلما زادت القوة زادت العجلة ولكن الميل فرق الصدات اللي هو F فرق الصدات اللي هو A على F يديك واحد على ال M يبقى الميل بيسوي واحد على M يبقى كلما زاوية تزيد ليف تيت دي تان سيت يزيد الميل يزيد ولكن ال M تقل ممتاز جدا طيب اوعتمسى معايا دايما أن ال F زي ما سويناها دايما بال M في ال A بتساوي دلتا B على دلتا T يعني أقدر أجيبها بتغير كمية التحارق مع الزمن زي ما قدرت أجيبها بالكتلة في العجلة فتجينا مسألة بالشكل رسم بياني برضا دايما الرسم البياني بيميز الطالب اللي فاهم من الطالب اللي حافظ وبالتالي مع النظام الجديد أصبح موضع سؤال جيد جدا ومتعدد المستويات وبيجي أكتر من مرة في الامتحان الواحد فبقاش بقى في فرصة لك أن أنت تقول لي أنا ما بحبش الرسم بياني أنا هسيب سؤال الرسم بياني كنت بسمحها من تلات سنين مثلا إيما كان السئلة مبنية على الحفظ والحاجات دي فكنت ما بقدرش أتكلم طالب نقل بقى ما أناش عارف زي كان طالب علمي ولا أدبي فمش عايز أضغط علي أكتر من كده لكن دلوقتي لأ هتغرب من سؤال هتلاقي التاني هتغرب من التانية هتاقي التالي ده بقى أسلوب حياة في الفيزي فلازم يمشي معا سنة سنة أفهم يعني إيه رسم بياني هو بيعبر عن وقح بيعبر عن مشهد اتعامل في صورة علاقة بيانية من المتغيرين بشوف لما واحد بيحصل إيه التاني بيحصل له إيه وما تستعجلش في المنهج يعني امشي معايا افهم لأن الأسئلة عدت حدود المحتوى خلاص يعني الصفحات لأ مش العبرة إن أنا طول الحصة أو الحلقة في صفحة بس في متى كويس أحسن لما أخد عشر صفحات أو عشر أو ورقات ومش فاهم أي حاجة الوضع يختلف لو جبتلك رسمة بيانية بالشكل ده أدي تي بالثواني ودي البي بالكيلو جرام متر الكل ثاني وقلت ده عشرين مسافة زيه أربعين مسافة زيه ستين أهوت وبعدين هنا عندي اتنين ثانية وهنا أربعة ثانية حيث دي بيطلقبت بعض الطلاب وبعدين عندك المنحنى بادئ من الصفر ده الصفر كان سرعت كمية تحركه عشرين وبعدين عند الاربع وصلت كمية تحركه الستين وقال لي أو جد القوة المؤثرة على الجسم قال لي بسيطة أو الرسم الرسم البيانة ده الميل بتاعه بيساوي هتقول لي بيساوي تن سيتا يا سيدي عارف اللي يا الزاوية دي دي اللي يا مع الأفق ده ماشي بتساوي ايه فرق الصدات على فرق السينات يعني دل تا بي على دل تا تي طب يا راجل يا طيب دل تا بي على دل تا تي ما هي بتساوي الاف يبقى أننا طلبه ادهولك يعني أنا بقول لك هات الميل يبقى أنا لما اقوله الاف هقوله بما أن الاف بتساوي دل تا بي على دل تا تي فق بقى الدل تا بي فرق الصدات على فرق السينات خلي بالك هنا اللخبط فرق الصدات النهاية عندي ستين نقص البداية عند عشرين اهو طيب النهاية عند اربعة نقص اه اه هتقولي النهاية عند اتنين عند زيرو النقطة دي احدثياتها ايه اربعة وستين ادسين ودسات والنقطة دي تخيال ان دي لسه بتلقبط طلاب الغدوتي ادسين ودسات عند صفر وعشرين اعيد تاني النقطة دي احدثياتها الاربعة وصد الستين يبقى الاربعة والستين النقطة دي احدثياتها عند الصفر والعشرين طب لما اقول فرق الصدات يبقى ستين ناقص العشرين اهو طب فرق السينات اربعة ناقص صفر ام بقى تقولي ستين ناقص عشرين يعني ربعين اربعة ناقص صفر يعني اربعة فتديك عشر نيوتن وطالما القوة بالموجب يبقى العجلة بالموجب يبقى السرعة هتزيد فعلا كمية التحرك معاك في زيادة ولا في النقصان في زيادة يبقى انا كده شغال تمام مفيش مشاغل خالص طيب تعالي مناخد مسألة تانية تعبر عن ربط معادلات الحركة مع قانون نيوتن التاني بسم الله مسألة بتقول ايه اثرت قوة مخصلة مقدرها ميت نيوتن ترجم بقى معايا على جسم مش كتلته عشرة كيلو جرام فتغيرت سرعته من عشرة متر على الثانية الى عشرين متر على الثانية عند قط ازاحة دي فتكون فصلة احسب اديلي من طبيحتي ان انا في بداية الترمي احب اراجع بمسائل على الترمي الاولان اللي انا محتاجة تمام فحقابل نعيم من الطلاب عشانين بقى متفقين بس معايا طلاب المشاهدين معايا طلاب معايا من الاول فاهمين جدا الشغل ده فاهملوه في دقيقة وفي طلاب عايزين نقول يعني مش عايزين بقى نتهمهم بحاجة انهم ما كانوا مثلا ايه ما بيذكروش في الترمي اللي فات لا ما كانوش متأكدين من تراقمية الفيزي وتقرسوا فيها لما اكتشفوا ان الترمي التاني يعني شغال على الترمي الاولاني شفت بقى انا حسن ان هي معاك ازاي فبالتالي عايز فرصة انا غلط بيقول انا غلط ما ذكرتش كواس في الترمي الاولاني لاني كنت فاكر ان كله هيتساوي فاكتشفت ان لا ان كله مش هيتساوي فانا اديني فرصة تاني فاهمني لان انا مش عارف حاجة في معادلات الحركة هقوله لو انت لاحظت الحلقة دي والحلقة الماضية هتلاقيني بعيد معادلات الحركة تاني عشان اعمل لك دمج معانا فتفهم اللي جاي لان اللي جاي اكثر ارتباطا بمعادلات الحركة ما تخيل يعني معادلات حركة مرتبطة معنا بقى فلو ملحقتكش دلوقتي انا كده ببعد المسافات اللي بيني وبينك فهنقول للطالب الشاطر لو سمحت خلينا عندنا ساعة تصدر عشان نستوعب زميلك اللي محتاج المراجع دي معايا دلوقتي انت لو انت فاهم خليك صبور مع استاذك دلوقتي وبيشرح بالتفصيل تاني لان احنا متعودناش كلنا ان احنا نكون قانونيين احنا فريق عمل واحد كلنا بنحب بعض فبينكمل بعض واصلة يبقى هتلاقيني بطيق شوية في المسألة دي انا مش اصدق انت مش مستهدتك انت انا مستهدت الطالب اللي كان متخيل ان الترمي الاوليان ما روش علاقة بالترمي التاني وفعلا محتاج الفرصة انا بديها لوقت اصرت قوة مقدارها طبعا المحصلة دي يعني السجم اللي هي الاف ميت نيوتر على جسم كتلته ادي الام 10 كيلو جرام فتغيرت سرعته من ادي البي اي 10 متر لكل سنية الى ادي البي اف 20 متر لكل سنية عند قطع ازحة كام اه طيب خلي بالك الموضوع بالشقلوب انت معاك البي اي ومعاك البي اف ارجع لمثلس الرعب البي اي والبي اف والتي معادلة واحد معادلة اتنين معادلة تلاتة انا مديني البي اي والبي اف اهو اتغيرت سرعته من الى طيب السؤال دلوقت انا اجيب العجلة منين عشان اجيب الزمن وبعد كده لما اجيب العجلة من القوة والتي جبت الزمن اجيب الباقي هقولك الموضوع صحي الاف بتساوي الام في الاي يبقى العجلة بتساوي خلي بالك كده الاف على الام يبقى العجلة بتساوي الاف مية على الكتلة 10 يبقى كن معايا بص كده انا اعملها في مربع ان العجلة تساوي 10 متر على الثانية كل تربيه اعيد تاني باقيها بالشكل وكل مرة في اللي فاتهم كنا بنبدأ بالترمي الاولاني ونختب بالترمي التاني لا انا هنا هبدأ بالترمي التاني وارجع للترمي الاولاني بصي حبيبي انا عشان انا جيب الازاحة هو مديني الف يبقى انا هستخدم معادلة الحركة التالتة تعال اما نكتبها كده ان الاتنين ايه دي تساوي الف تربيع ناقص في اي تربيع يبقى الازاحة هتساوي الف تربيع عندي اللي هي العشرين في عشرين بربع مية ناقص الفي اي تربيع اللي هي عشرة في عشرة بمية على الاتنين عندي فين العجلة اهات يبقى هي معادلة بتاعة خرقة للترمي الاولاني بس ربطها لي بالعجلة والعجلة عشان اجيبها لازم اجيبها من قانون نيوتن التاني يبقى انا همش بالشقلوب هجيب العجلة الاول الاف بتساوي الام في الاي يبقى العجلة بتساوي الاف على الام الاف بمية الام بعشرة تبقى عشرة ارجعتنا عوض ده يبقى ربعمية ناقص المية على الاتنين في عشرة طبعا ربعمية ناقص المية تديك تلتمية على الاتنين في عشرة اللي هو بعشرين صفر مع صفر تلاتين على اتنين خمستاشر متر يبقى الاجابة دي خمستاشر متر نرجع بقى نفسر الكلام ده تاني يبقى دلوقتي بعدلات الحركة مرتبطة ارتباط وصيق بقوانين جديدة بناخدها في الترمي التاني بسيق قصة قصة هتديك حاجة فانا في المسألات دي اديتك القوة والديتك الكتلة وبعدين طلبت الإزاحة وبعدين طلبت الإزاحة لما ديتك السرعة الانهائية والابتدائية طبما انا هحتاج معالت الحركة التالتة اتنين اي دي بيسوه في الف تربية ناقص في ابا تربية طب الف الف عندي والفي اي تربية عندي والaltetنين معايا وانا محتاج الدي فاضل ال입 بقى اجيبها ازاي اقولك بقى طبما انت عندك قانون نيوتن التاني بيقول ان الاف بتساوي الام في ايه يبنى فهم تحليه تمام فاضل معنا قد ايه خلص طيب نديكم المسألة دي واجب الوقت خلص طبعا دايما الوقت معكم بيعد بسرعة نكتب المسألة دي مع بعض تتحرك سيارة افقيا تتحرك سيارة افقيا بقوة 3000 نيوتن وقتلتها 1000 كيلو جرام اول حاجة اوجد العجلة هي انطلقت من السكون انطلقت من السكون يبقى ال vi بصفر فانا بقولك اوجد الازاحة بعد 3 ثواني واوجد السرعة النهائية بعد 5 متر ونبدأ بيها الحلقة القادمة ان شاء الله الى ان نلتقي لكم مني ارقى التمانيات دمتم في امان الله وفضله والى اللقاء